ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب برئاسة المحافظ اللواء سلطان بن علي العرادة التطورات السياسية والأمنية الجارية على مستوى الوطن في ظل تعنت الانقلابيين وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية الاجتماع ضم قيادات السلطة المحلية بالمحافظة وقيادات المنطقة العسكرية الثالثة وقالت فروع الجيش والأمن والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمة المجتمع المدني وناقشت التحضيرات لإقامة مهرجان جماهيري وخطابي حاشد وتسير مسيرة شعبية في المحافظة لتجديد الدعم والتأييد الشعبي للشرعية الدولية وللرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ورفضا لخارطة الطريق الأممية التي انحرفت عن مسارها الصحيح لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية الثلاث وأكد المجتمعون وقوف أبناء مأرب والمتواجدين من أبناء المحافظات الأخرى إلى جانب القيادة السياسية والحكومة الشرعية ودعمهم للرئيس هادي وتأييدهم للتحالف العربي مؤكدين تمسكهم بالقرارات الأممية ومنها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ورفض أي خطوات أو مبادرة قد تحيد عن ذلك ووجه الاجتماع الدعوة لكافة أبناء مأرب ومن يتواجد في مأرب للمشاركة في المهرجال الجماهيري الذي سيقام صباح يوم غد الخميس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر